تتزايد دوتيرة التحذيرات من تعظم سطوة الميليشيات في العراق مع نفوذ السياسي غير المسبوق الذي باتت تتمتع به بعد فوزها بنحو ثلث مقاعد البرلمان فضلاً عما تملكه من قوة عسكرية تنافس قوة الدولة صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية قالت في تقرير جديد لها إن الميليشيات في العراق تدير الآن العديد من المناطق السنية ما زاد من مشاعر الاستياء التي يمكن أن تؤدي بحسب رأي الصحيفة إلى عودة تنظيم الدولة إلى تلك المناطق وتؤكد الصحيفة أن المخاوفة بدأت تتصاعد من أن قادة الميليشيات المعروفة بانحيازها الأيدولوجي لإيران يخلقون دولة موازية تقوض الحكومة في العراق بعد أن اكتسبوا وضعاً قانونياً تعززاً بنفوذ اقتصادي عبر فرضها الإتاوات على الأهالي كما أن تلك الميليشيات هي من تقرر أي من العائلات مسموح لها بالعودة إلى ديارها حيث تجبر المجالس البلدية على إبطال حقوق الملكية للسنة على أساس أنهم دعموا تنظيم الدولة وقد أدت هذه الممارسة إلى تغييرات ديمغرافية كبيرة في المناطق المختلطة تقليدياً مثل ديالا وبابل مسؤولون عراقيون وأمريكيون يرون وفق الصحيفة أن بعض عناصر الميليشيات خرطوا في ممارسات شبيهة بالمافيا فيما لم يظهر رئيس الوزراء عدل عبد المهدي أي علامة تذكر على رغبته في كبح جماح الميليشيات المفلتة وتنقل الصحيفة عن قائد بارز في قوات مكافحة الإرهاب قوله أن خطوات عبد المهدي شجعت الميليشيات في الوقت الذي قوضت القوات الرسمية تقليل واشنطن بوز يأتي في وقت شهدت الساعة الماضية تراشقاً إعلامياً بين ميليشي العصائب وتيار الحكمة بالزعامة عمار الحكيم على خلفية نشر قناة تلفزيونية تابعة للحكيم خبراً مفاده بأن قاتل صاحب مطعم ليمونة في بغداد ينتمي للعصائب التي بدأت تضغط بدورها على الجهات الأمنية لتطلق سراح القاتل ليرد المتحدث العسكري باسم ميليشي العصائب جواد الطليباوي برسالة وجهها إلى الحكيم يتهمه بالتآمر ونهب قوت الشعب العراقي عمليات نشر الغسيل هذه والتي تظهر عند كل خلاف لا تكشف سوى رأس الجبل الجليدي من الفوضى والفساد الذي يعيشه العراق اليوم حيث توضع أعناق الناس وأرزاقهم تحت صدوة تلك العصابات التي تستنزف البلد لتسخرها خدمة لأجندات أسيادها خلف الحدود